من واصل رحلة الميلاد شفنا المجوس قطعوا مسافة طويلة أكتر من 700 كيلو متر جاءوا إلى هيرودوس الملك وطبعا طلب منهم هيرودوس أن يفحصوا عن هوية الصبي وعندما ذهبوا إلى بيت لحم نشوف عدة أمور طبعا خلينا أقول في البداية أن الكتاب المقدس لا يذكر عددهم ولا حتى بيذكر أسماءهم هؤلاء المجوس ضحوا بالوقت طبعا ضحوا بالثروة يعني كان خسروا الثروة كتير عشان يصلوا إلى هذه البلاد وأقول أيضا ضحوا بحياتهم لأن هيرودوس طبعا كان عاوز يقتلهم لما طلب منهم أو هربوا بطريق آخر أليس عجبا من شوف البشير متى اللي بيكتب لليهود بيبتدأ بشارته ويقول هنا عن مجموعة من الأمم السجود من الأمم للطفل المولود ولوق اللي بيكتب للأمم بيبتدأ رسالته بيكتب عن الكهنة والعمل في هيكل الله فالله يحاول أن يجمع الاثنين في واحد جاء المجوس إلى بيت طبعا بعد ما يوسف ومريم أكملوا كل شيء ولدت الطفل ورجعوا للبيت لأن معظم الناس أكيد تركوا بيت لحم وأيضا رأوا سجود المجوس وأخيرا وصل المجوس بمعجزة لأن النجم رغم أنه كانوا علماء الفلك لكن النجم وقف فوق البيت وعرفوا أن هذا المكان المناسب والشخص المناسب أيضا